وبالعودة أيضا إلى مستجدات معارك الجوف ينضم إلينا المتحدث باسم القوات الحكومية العميد عبد المجلي مرحبا بك يا أهلا وسلام بك يا أخي العزيز مرحبا بك يعني لليوم العاشر على التوالي اشتعلت المعارك في الجوف ويبدو أن هناك تقدمات للقوات الحكومية ما جديد هذه المعارك بسم الله الرحمن الرحيم حقق جيش الوطني المسنود في طيران التحارف العربي انتصارات كبيرة وحاسمة على الميليشيات الانقلابية الحسنية التي حاولت تسلل إلى منطقة السابية وكذلك أيضا إلى منطقة الغيل وحام وكبدها الجيش الوطني كبد الجيش الوطني الميليشيات الانقلاب الحسنية والخسنة الكبيرة في الروح والمعدات وستطاع القضاء على تدرك التسللات التي حاولت بين الحين والآخر لكن جيش الوطني كان لها بالمرصاد أيضا هناك انتصارات حققها الجيش الوطني في جبهة فرواح وستطاع تحقيق تقدمات كبيرة على الأرض والقضاء على التسللات التي حاولت الميليشيات الانقلابية الحسنية الاحترام من مواقع الجيش الوطني أيضا هناك انتصارات تحقق في جبهة البيضاء وستطاع الجيش الوطني أحكام الحصار المحكم والإطباق على الميليشيات الانقلابية الحسنية في جبهة قرية وكبدها كثيرا من الخسائر في العتاد والأرواح وانتصارات المتوارية أيضا في محافظة تعز وستطاع الجيش الوطني التقدم في الجبهة الشرقية نحو مواقع من الانقلابين وكان الانقلابين الحسنية الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد وكذلك أيضا الاتجاه الغربي تم صد الميليشيات الانقلاب الحوثية لانتصارت مصررة الميليشيات الانقلابية الحوثية في مهزة متواصلة نعم سيدة العميد حاولت الميليشيات الحوثية قطع الإمداد ولكن وجهت ببسارة اللواء 22 موشاه في جبهة حم ماذا تعني هذه الجبهة بالنسبة للميليشيات لماذا تسميت للسيطرة عليها وماذا عن ترويج هذه الميليشيات للسيطرة على مركز مديرية الجوف الميليشيات الانقلاب الحوثية في توزع الانتصارات الوهمية ولكي تلقي بعناصرها إلى تلك المحارق وإلى تلك المهالك في تلك القبهات القتالية وتقوم أيضا بين الحين والآخر بالقيام بعض الانتصالات نحن كم المقاتلين الأبطال لها في المرصاد هذه الجبهة لها أهمية كبيرة جدا الحقيقة أن الجبهات القتالية في محافظة الظروف شكلت اتحانا قويا بين الجبهات القتالية في مختلف المديريات وكذلك إسناد كان للجيش الوطني من مختلف القبائل اليمنية الذين فعلا انتفضوا وهبوا هبة واحدة تجاه تلك الميليشيات الانقلاب الفاتية وقطعوا أوصال تلك الميليشيات في كل المناطق نعم أشكرك جزيلا شكر العميد عبد المجلي المتحدث باسم القوات الحكومية